موسيقى الجولة الرياضية من اونلايف اهلا بكم اكد محمد كامل رئيس مجلس ادارة شركة تبرزنتيشن سبورت الراعية للكرة المصرية ان الحلم الذي سيسعى لتحقيقه في المرحلة المقبلة هو حصول مصر على تنظيم مسابقة كاس العالم لعام 2026 واكد كامل في حفل تكريم المنتخب الوطني بعد التأهل للمونديال روسيا 2018 ان التأهل للمونديال كان مجرد حلم تحقق بعزيمة وارادة المصريين وان حلمهم المقبل هو حصول مصر على تنظيم كاس العالم لعام 2026 وهذا الامر يتطلب تكاتف الشعب وجميع الهيات الحكومية وجميع المؤسسات بالدولة والعاملين بجميع قطاعات الدولة وعلى رأسهم قطاع الرياضة حتى نستطيع التقدم بطالب لاستضافة الكأس وكأس العالم اقامت شركة بريزنتيشن الراع الرسمي للكرة المصرية حفل تكريم لنجوم المنتخب الوطني والجهاز الفنية بعد الانجاز الذي يحققوا بالتأهل للمونديال روسيا 2018 بعد غياب داما 28 عاما اقيم الحفل داخل فندق اقامة الفراعنة بالقاهرة بحضور جميع نجوم المنتخب ورعاة الرسميين للفراعنة واندية الجمعية العمومية في مغابة محمد صلاح ندم المنتخب ونادي ليفربولا الانجليزية عن الحضور اشتركوا في القناة اكد هاني ابو ريد رئيس اتحاد الكرة كرة القدم من الجهاز الفني للمنتخب الوطني سيدفع ببعض العناصر الجديدة في مباراته امام غانا خاصة بعد ضمان تأهل لنهائيات مونديال روسيا 2018 تغتبنا من بداية الحمد لله ربنا اكرم ان احنا خلصنا النقاط بتاعتنا ووصولنا لكاس العالم قبل مبارات الغانا كان يبقى الناس دي كلها قاعدة الآن للمباراة دي انها ما كان فيه هدف من البداية ان احنا نخلص قبل المباراة غانا انها تبقى مباراة صعبة جدا جدا الحقيقة طبعا الكوتش هيدي فرص للعيبة كتير لانه طبعا ما عددش مباراة مهمة في المجموعة مشين كده حتى وفقنا احنا كاتحاد مصري انه بلعبوا في ستات جديدة على بعد حوالي ساعتين الربع من اكرة وما فيش مطار بانزل مباشرة طبعا احنا لعبتنا الحمد لله خلال كل الرحلات عندنا طيارة خاصة عندنا رعي طياران بيتحرك معنا وبشكرهم طبعا ان هما استحملونا خلال الفترة اللي فاتت ولعبتنا بتنزل بطيارة خاصة انها بتنزل في اكرة مش كده احنا قابلنا تعاونا مع علاقاتنا الطيبة مع اخواتنا في غانا اللي دي علاقات ازلية تاريخية بين مصر وغانا نحنا نلعب في الاستاذ ده استاذ زغير انا حضرت فيه حوالي ثلاث اسابيع كنتم موجود فيه انه ولادنا يروحوا ساعتين لربع ارهاق شوية انما وفقنا طبعا علاقات الطيبة والنتيجة معددش مهمة بالنسبة لنا أو بالنسبة لنا اكد محمد كامل رئيس شركة بلاز انتيشن تعرض الانتقادات حد منذ ظهورهم في الوسط الرياضية الانها تسعى ليصال سعر الدوري لمليار جنيه ويبقى الاهل والزمالك كلاسيكو العرب الكورة هتبقى وحتفضل وحتفضل في روح كل مصر وبدأنا واشتغلنا وخدنا انتقادات ناس كتير جدا من اللا عادين دول عارفين احنا وصلت معانا الانتقادات لحاجات كتير ما حبش افتكرها في يوم زي دا النهاردة عشان كده بقولكو الناس دي فرحانة علشان كده الناس دي مبسوطة عشان كده الناس دول هم المنتخب اللي انتم ما بتشوفهوش هو المنتخب اللي بيشتغل وبيتعب وبيكبر من الصناعة اللي وصلت دوري من 70 مليون ل 300 مليون الناس دي اللي غمرت ووصلت النهاردة انها بتشتغل في الصناعة وموصلة استثماراتها الاكتر من مليار ونص وزي ما بدأنا كده بنوعيدكو برضو ان الدوري حيبقى بمليار وان الاهل والزمالك حيفضلوا هم كلاسيكو العرب يواصل منتخب مصر الوطني بقيادة الارجنتيني هكتر كوبارا المدير الفنية التدريبات على استاذ القاهرة في معسكره المغلق وكان المنتخب الوطني قد ادى تدريباته امس في اليوم الثالث للمعسكر استعدادا للقاء نظيره الغانية ملاحظا مقبل في الجولة السادسة والاخيرة لتصفيات كاس العالم 2018 بروسيا قاد الميران هكتر كوبار المدير الفني ومعاونون وشارك به كل اللاعبين وظهروا بحالة طيبة في ظل رغبة الجميع لإثبات ذاته والحصول على فرصة المشاركة في المباراة الاخيرة للفراعنة في تصفيات المونديل قرر مجلس ادارة التحدي الكرة برئاسة ثانية بوريد الموافقة على تلبية المنتخب الوطني الأول دعوة تركي الشيخ الشرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة السعودية بالحضور إلى المملكة لأداء العمر مكافأة منه على تأهل الفراعنة المونديل لروسيا الفاني وثمانية عشر ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب الاسبوع المقبل إلى مدينة الجدة ومنها ستتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمر عاقب الانتهاء من مباراة غانا المقرر لها لأحد المقبل في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لمنديال روسيا وعد هاني أبو ريد رئيس مجلس ادارة التحدي الكرة لاعب بالمنتخب الوطني بحل أزمة المكافأة الخاصة بهم خلال الفترة المقبلة وكان عدد كبير من لاعب المنتخب الوطني قد اشتكوا لأبو ريد من تطبيق بند نسبة المشاركة على المكافأة الخاصة بمباراة تصفيات كأس العالم وكذلك مكافأة الوصول إلى المنديال والبالغة نصف مليون جنيها لكل لاعب وذلك وفقا لنسبة مشاركته وأكد رئيس الجبلية أنه سيسعى لحل هذه المشكلة بحيث يحصل كل اللاعبين على نفس قيمة المكافأة أو إلغاء بند نسبة المشاركة لكل اللاعبين تأهل وادي ديجلا إلى دورة الستة عشر لبطولة كأس مصر بعد فوزه على كفر الشيخ بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استادي السلام ضمن منافسات دورة الثانية والثلاثين لبطولة كأس مصر وأحرز محمد شريف لعب وادي ديجلا هدف التقدم لفريقه في مرمى كفر الشيخ في الدقيقة العشرين من عمر المباراة محمود صلاح يلعب الله الدربة الرقنية محمود صلاح صلاح يلعب عطول عرضية وممكن هدف يا راجل يا راجل مش ممكن يلعبين من لعب وادي ديجلا وعلى طول الفلال بيدي إشارة البدت يلعب عطول عرضية وحلوة والهدف الأول يا السلام أبدأ أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي ديجلا تحفظه من أداء لعبيه أمام كفر الشيخ في آخر عشر دقائق من الشوط الأول مشيرا إلى أنه يسع لتثبيت تشكيلة الفريق في الفترة الحالية استغلنا الفرصة من كرة سابتة وده نشتغل عليه على طول في التدريب وجلنا فرصة نحن نحرز هدف الثاني لكن للأسف ما استغلنهاش عن طريق محمد شريف ولكن كان فيه تحفظ كبير بالنسبة لنا وتحفظ كبير بالنسبة لي على الطريقة لأن هنا بيها الشوط الأول حسيت أن فيه استهتار كبير في آخر عشر دقائق أتاح فرص لفريق كفر الشيخ ولكن الشوط تاني بدأنا بشكل أفضل وحسينا أنه ما فيش أي دعي للتغييرات لأنه إحنا إحنا ظهرنا بشكل جيد كنا محافظين على الشيب بتاعنا كان ممكن نستغل الفرص من هجمات المرتدة بشكل أفضل فوز مهم بالنسبة لنا في توقيت مهم تاني مباراة كلينشيت على التوالي وده اللي عايزين نبني عليه بنسبت تشكيلنا بأكبر شكل ممكن يمكن النهاردة تغيير واحد الشناوي بدلا من محمد حسن لحصول محمد حسن على انذارين وخفنا على حصوله على انذار التالت ولكن غير كده ما كناش هنغير في حاجة أبد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق كفر الشيخ رضا عن أداء لاعبه أمام ديجلة مؤكدا أنه لا يستحق الخسارة في المباراة أنا بشكر فرقتي طبعا على المجهود اللي عملوه عملوه محترم محترم يعني أعتقد فرقتي دوري ممتاز بالعب بعض يعني يا رب يعني ربنا عوضنا في الدوري إن شاء الله ويكون الصعود من نصبنا الحمد لله أنا بشكر فرقتي يعني بصراحة نفزوا كل اللي أنا قلته لهم وإحنا أعتقد إحنا كنا إحنا الأخطر في كل الخاصات الشرط تاني كمان يعني رحنا كتير ومش موفقين يعني في الفرص اللي إحنا ضيعناها بص أنا بتعامل معهم إنهم يعني بقولهم أنتوا العيب الدوري ممتاز بديلهم الثقة دايما أنتوا فرقة زيكم وزي غيركم معلش أي فرقة في الدوري الممتاز يعني إحنا ما نقلش عنها عندنا لعيبة إمكانتها كويسة جدا يعني تصدرهم للدول يمدونهم صحة طبعا ومخليهم حاسين أنه هما فرقة كبيرة وإحنا دايما بنحسسهم بدي وقوف مجلس الإدارة وجماهيرنا الكبيرة وسيادة المحافظ طبعا اللي جاي المباراة يعني إحنا بنشكره طبعا كان نفسنا بصراحة كان نفسنا اللعيبة كان نفسنا تصرحوا صعد فريق الإنتاج الحربي للدورة 16 لبطولة كاس مصر بعدما حقق فوزا بهدف دون رد على منافسه بيترول أسيوت في المباراة التي جمعت بينهم على استادي باتر سبورت ضمن مواجهات دور الـ 32 للبطولة سجل هدف الانتاج الحربي فادي نجح في الدقيقة 16 من الشوط الأول في شباك بيترول أسيوت الذي يلعب في دور القسم الثالث وبذلك يضرب الفريق العسكري موعدا مع الجونة وكان الجونة قد حقق أكبر مفاجآت بطولة كاس مصر حتى الآن حينما نجح في الإطاحة بفريق طلاع الجيش بهدفين مقابل هدف تأهل فريق المصر البورسعدي بقيادة حسام حسن إلى دورة 16 بكاس مصر بعد الفوز على بن عبيد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بورج العرب في إطار دور الـ 32 من منافسة البطولة وسجل ثلاثية المصري مهاجم أحمد جمعة وشهدت المباراة بعض الأحداث منها نقل أحمد شكري لاعب المصري للمستشفى بعد استضامه في الرأس مع أحد لاعبي بني عبيد بخلاف تهديد الأخير بالانسحاب قبيل انطلاق اللقاء بسبب عدم دخول بعض المرافقين للفريق قبل أن تقام المباراة نجح فريق المقاولون العرف الصعود إلى دور الـ 16 بكاس مصر بعد الفوز على نظيره الشمس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسة دورة الثاني والثلاثين بالبطولة وأحرز هدفي المقاولون العرب خالد عبد الرازق وأحمد علي وكان الشمس قد صعد لهذا الدور عاقب تخطيه عقبة نجوم المستقبل بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الثامنة مساء اليوم بنظيره المينيا باستاذ القاهرة ضمن منافسات الدورة الـ 32 من كأسي أو مصابقة كأس مصر وتشهد مباراة اليوم عودة محمد إبراهيم لقائمة الزمالك بعد تعفيه من الإصابة مؤخرا بينما يغيب معروف يوسف لإصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية وفي مباراة أخرى يواجه مصر المقاس ناظير المريخ على استاذ الإسماعيلية ويلتقي طنط بحرس الحدود على استاذ الأسكندرية موسيقى